يدفع الإنفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية وقطاع الإسكان عجلة عقود التشييد والبناء للدواران بسرعة في منطقة الخليج العربي أرقام من معرض الخمسة الكبار الذي يقام سنوي في دبي كشفت أن العقود الممنوحة في إطار المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي ستصل قيمتها إلى 195 مليار دولار في العام الجاري أي بزيادة بنسبة 22% مقارناة بالعام الماضي ومن المتوقع أن يستمر القطاع في الإزدهار بالنظر إلى نية حكومات دول الخليج باستثناء البحرين وعمال في أعداد موازنات توسعية للأعوام الستة القادمة والسعودية هي أكبر بلد خليجي من حيث الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان رغم توقع انخفاض منح العقود بنسبة 10% في عام 2014 لتصل إلى 69 مليار و600 مليون دولار مقارنة ب77 مليار دولار في العام الماضي وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا في منح العقود خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع منح العقود ليصل الإجمالي إلى 47 مليار دولار وذلك بزيادة بنسبة 17% عن مبلغ 40 مليار دولار الذي سجلته في العام الماضي وفي قطر التي تواصل إعداد خطتها المتعلقة ببناء منشآت بطولة كأس العالم 2022 والبنية التحتية المصاحبة من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في منح العقود هذا العام بمبلغ يصل إلى 31 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار دولار في العام الماضي أما في الكويد فمن المنتظر أن تتضعف قيمة العقود الممنوحة في الإنشاءات هذا العام لتصل إلى 27 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في العام الماضي ولكن التحدي الذي سيواجه النمو الهائل في ترسية عقود الإنشاء والمقاولات في الخليج هو الطلب الكبير على مواد البناء الذي سيرفع أسعارها بلا شك بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة